أعتقد الهجوم يوم 7 أكتوبر كل الدلالة تشير بأنه الهجوم يوم فجر الأحد أعتقد اليوم سبت اليوم 5 أكتوبر يعني بكرة الأحد 6 أكتوبر قد يكون بكرة بعد تجاوز الساعة الأطماش وقد يكون اليوم ما عندهم وقت محدد لهذا الموضوع بالمناسبة هي أيضا بكرة بكرة أيضا بكرة حرب تشرين ترى خلينا يوم 6 حرب أكتوبر يوم 6 أكتوبر بدأت حرب 73 أيضا بكرة فلذلك هذا شهر أكتوبر كله بذكريات الكل بذكريات حزينة وذكريات مفرحة ذكريات دخول الحماس إلى إسرائيل وكسر شوكته وكذلك ذكرة دخول الجيوش العربية المصريين وما يساعدهم وكان معهم أيضا سربين من طائرات الهوكر هنتر العراقية اللي اشتازوا بها خطبات ليف ومضوا باتجاه سيناء وتحذير قناة السويس وسيناء وكان الضربة الأولى أيضا موجود بها أنا قلت لك من قيارين الأبطال العراقيين بإضافة إلى فرق المدرع الثاتي اللي تجهت إلى سوريا وبعد ذلك تجهت على الصرف وفورا دخلت عند وصولها إلى سوريا فورا دخلت في اشتباك مع العدو في وقتها هذا التاريخ من أجل أن لا ننسى في هذا الموضوع في ذلك إسرائيل ما عندها حرب بإيران عندها ضربة جوية والضربة الجوية تطلب عمليات أرضاع جوي فترى عمليات الأرضاع الجوي رح تتم لأن هذه الطائرات كبيرة الحجم تنكشف فما عندها لأما من فوق الأجواء العراقية أو فوق الأجواء السعودية لأن طائرات المقاتلة لا يصل مداها إلى 1500 كيلومتر أو 1400 كيلومتر ربما أكثر ربما 2000 كيلومتر فإذاك تحتاج إلى عملية أو عملية لأرضاع الطائرات وملء الوقود